أتعايز قبل ما نخش على هو قطل عايز اقول حاجة على الشناوي كمان او الشناوي يعني احنا دايماً باتكلم انه اهم اهم عنصر في اي فريق او حرص المرض الشناوي حمل نادي الاهلي كتير في اوقات كتير وكان نجمة من نجوم البطولة اللي فاتت وكان نجمة من نجوم الموسم التاريخي للنادي الاهلي الشناوي لي كريدت كبير فنياً وعنده جمهور النادي الاهلي وليه كريدت كبير عنده الجمهور بسبب جزء اللي انت قلت في المقدمة الراجل رفض عروض كتير وعروض حقيقة بارقام كبيرة وشايف انه هو راجل قائد للنادي الاهلي وانه هو دولتين دور كبير في النادي الاهلي مش بس كحارس مرمى او كلاعيب مهمة في النادي الاهلي مظبوط ماينفعش محمد الشناوي النهاردة بكل هذه الخبرات وانت اللي مفروض بتشد زمالك وانت اللي مفروض تحافظ على تركيزك 90 دقيقة ومن لا شيء من لا شيء ادخل فريق مجاش وانا فرض عليه سيطرت وقاعي وصعب الامور وكاركب الدنيا وزعع على الناس بسبب تاني الكرة دي مستقى الكرة دي عدم تركيز لسواني استلم الكرة بالشكل ده انت حارس اول لمصر بقالك ترى تاربع سنين ماينفعش استلم الكرة بالشكل ده ولوله بس ان الجودة بتاعت الراجل مواجم قليلة الكرة دي كالجنب وانتقل بساطة كمل هات الفريم اللي بعد استلم الكرة دي فتطول مني كل ده وابدينها عبدالعمال متردد ابصيها وارجعتني معيش الفريم اللي فات وبعدين ماشي على عدلتها الكرة دي لما الفريم يكمل الكريم قبل ما الكرة تطول منه ومعها تلات لعيبة في التلات زي معها لعيب في العمق واللعيب على الطرف اليمين واللعيب على الطرف الشمال ليه لحبة السهلة ليه ليه انا بشوف ده اللي التركيز مش اقول الاستعلاء ومش اقول انه هو القصة في انه ثقة زيادة لا انا هقول انه اللي التركيز مهمة جدا لقطة لازم يقف عندها الشناوي لان اللقطة زي دي لو اتكررت في مباراة كبيرة تمانها كبير لان انت مش هتبقى النهار ده بمنتهى الاريحية مضاها خمس ست جوان ولا سبع جوان وجايب تلت جوان والامور بسيطة وعندك مباراة الذهاب والاياب في القاهرة ولسه بدور اتنين وتلاتين فالكواليتي يعود لكن النهار ده لازم محمد شناوي يقف عند دي ويحاسب نفسه ما استناش حد يكلمه عليها ولا يحاسبه عليها لان لقطة زي دي تعمل مشكلة ليه هو على الصعيد الجمهوري وعلى الصعيد الفني وعلى الصعيد النفسي ليه اغلط غلطة زي دي بمنتهى البساطة اللي كان ممكن اطلع بيها زي ما نبارا انتهى بك انا معايا